اعلنت الفنانة هيفا وهبي انها لم تشعر قط بجو الاعياد مع انها تلقت عددا من الهدايا الجميلة وقالت ما كتير انبسط فيها بسبب ضغط العمل والتصوير واضافت ان فيلم حلاوة روح هو تجربتها التمثيلية الفعلية وبالنسبة الى مشهد الاختصاب واذا كان فعلا قد تطلب 9 ساعات رأت هيفا ان هذا مشهد مدروس ككل مشاهد العمل من حيث الاضاءة وحركة الكاميرا وقد قسم اقساما عدة ما من شيء عشوائي في العمل والكلام عن عدد الساعات غير صحيح وتطلب ما يتطلب اي مشهد ينفذ باحترافية لا اكثر ولا اقل واضافت انها تفاعلت مع شخصية روح التي تتعرض لهذا الموقف ولهذا الظلم وان هذا المشهد استفزها كثيرا وقد عاشت الحالة من اول الفيلم فالفيلم يمكن ان ننظر اليه من ناحية قصة الفتاة او من ناحية قصة البلد او من منح اجتماعي وانساني وسياسي هيفان سجمت بالفيلم كثيرا حتى انها نسيت نفسها في خلال تمثيله وهو سيعرض قريبا وفي وقت مفاجئ كما صرحت عن تحضيرها لمسلسل مصري جديد يشارك فيه ممثلون لبنانيون امثال عمار شلاء وندى ابو فرحات وقالت ان دورها في المسلسل هو اصعب مرحلة تمر بها في حياتها المهنية الدور صعب جدا ومركب جدا وهو يتضمن عدة مراحل من الجهد واضافت ان محمد سامي عم بيعمل شيء كتير ضخم وهو سيكون مشروع العمر كما سماه وبالنسبة الى البلبلة التي دائما ما تثار حول عودة العلاقة بينها وبين احمد ابو هشيمة قالت ان هذا الامر غير صحيح ابدا وهذه البلبلة لا اعرف مصدرها ولكن بالتأكيد لست انا المستفيدة منها ولو كنت قادرة على كشف المستقبل لما تزوجته ولكن الظروف لو عادت بالطريقة نفسها ولو عاد ابو هشيمة كما كان حينذاك لكنت تزوجته ولكنني تزوجت شخصا وطلقت شخصا ثانيا وعن البوم ملكة جمال الكون قالت هيفا ان هادي شرارة قال انها الوحيدة التي قدمت جديدا العام الماضي من حيث الاسلوب ونوع الموسيقى وعن اعداء النجاح اخبرتنا هيفا بانه بوجود مواقع التواصل الاجتماعي اصبح كل شخص من المجتمع صحافيا وما عاد الاتكال على صحافيا في مجلة اسبوعية لنقلك ماذا سيكتب هذا الاسبوع او ما هي الكذبة التي سيخترعها اليوم الفنان يعرف ما الذي يريد قوله عبر مواقع التواصل وكأنه مجلة حتى الجمهور قادر اليوم على ابداء رأيه وايصاله مباشرة وعن كونها سفيرة للاتصالات قالت ان هناك حملة اعلانية ومشروعا قادما ولكن وقت الحملة لم يحن بعد ستسير الحملة بالتوازي عبر جهتين من جهتها ستكون شعبية تخاطب الشباب والمجتمع ومن ناحية الوزارة ستكون الحملة عبر القوانين والقرارات هي عملية وقت لا اكثر ومن المفترض ان نبدأ بها في الاشهر المقبلة وفي النهاية سألتها هالا عن الذكريات التي لا تريد ان تنساها من 2013 فكان الجواب ان هذه اكثر سنة اشتغلت وتعبت فيها خصوصا في الاشهر الاخيرة في حلاوة روح وكلام على وراء ترجمة نانسي قنقر